المتحدث الرسمي رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الآداء الاقتصادي والمالية للعام المالي الجاري 2020-2021 وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في الحفاظ على معدلات الآداء الاقتصادي الإيجابية والتي تنعكس على استقرار الأوضاع النقضية والاقتصادية للدولة وكذلك من أجل عودة معدلات النمو الاقتصادي إلى النسب المستهدفة خلال الفترة المستقبلية وذلك بالتنصيق والتناغم بين السياستين المالية والنقضية الممثلتين في وزارة المالية والبنك المركزي وقد شهد الاجتماع استعراض التحسن المستمر في مؤشرات الآداء الاقتصادي والمالي ومدى نعكس ذلك على جودة الخدمات العامة واستفادت جميع الفئات في المجتمع من عوائد التنمية خاصة الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية كما تم تناول التقارير الإيجابية الأخيرة بخصوص أداء الاقتصاد المصري من قبل عدد من المؤسسات الدولية وجهات التصنيف العالمية مثل تقرير صندوق النقد الدولي ومؤسسة فيتش ومؤسسة جاي بي مورغن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة